براءة بحاتكم من جديد ولسا مكملين مع حضراتكم في الستوديو التحليلين نرى اللقاءة نشوف جدول ترتيب الدور العام المصري الممتازة هذا الموسم دوري نايل ونشوف ما زلنا في الجولة 31 نبدأ في البداية بالمربع الزهبي مركز الاول الى الرابع نستعاده في البداية في المركز الاول حتى الان لعب 28 مباراة فاس في 21 وتعادل في 5 وخسر مبارتين وله 68 نقطة في المركز الثاني فريق الاهلي لعب 25 مباراة فاس في 20 وتعادل في 3 وخسر 2 وله 63 نقطة يعني اذا فاز النادي الاهلي بمباراته المقبلة وفاس بمبارات اليوم هيتسع الفرق ل7 نقاط واذا فاز بيريمتز بمبارات اليوم هل يكون فارق ما بينه وبين النادي الاهلي نقطة واحد في المركز الثالث المصري البرسعيدي لعب 30 مباراة فاس في 15 وتعادل في 7 وخسر 8 وله 52 نقطة مودرن سبورت في المركز الرابع لعب 30 نقطة ل30 عفوا مباراة فاس في 12 وتعادل في 11 وخسر 7 مباراة وله 47 نقطة من المركز الخامس الى المركز العاجر الفرق اللي لديها لسه امل فيه الوصول للمربع الزهبي الزمالك في المركز الخامس لعب 27 مباراة فاس في 14 وتعادل في 6 وخسر 7 ولديه 45 نقطة في المركز السادس سموحة لعب 29 مباراة فاس في 12 وتعادل في 9 وخسر 8 ولديه 45 نقطة أيضا مثل الزمالك في المركز السابع زاد افسي لعب 28 مباراة فاس في 11 وتعادل في 11 وخسر 6 ولديه 44 نقطة سيراميكا كيلو باترا في المركز الثامن لعب 30 مباراة فاس في 12 وتعادل في 8 وخسر 10 ولديه 44 نقطة في المركز التاسع امبي لعب 30 مباراة فاس في 11 وتعادل في 9 وخسر 10 ولديه 42 نقطة اللي تعاد في المركز العاشر لعب 31 مباراة فاس في 9 وتعادل في 12 وخسر 10 ولديه 39 مبارا في من المركز الحداشر الى المركز السبعتاشر هي منطقة الخطر طلع الجيش في المركز الـ 11 لعب 31 فاس في 8 وتعادل 12 وخسر 11 لديه 36 نقطة البنك الاهلي في مركز الـ 12 لعب 31 فاس في 9 وتعادل في 7 وخسر 15 وعنده 34 نقطة في المركز الـ 13 الجونة لعب 30 فاس في 7 وتعادل في 11 وخسر 12 مباراة لديه 32 نقطة في المركز الـ 14 الإسماعيلي لعب 30 مباراة فاس في 7 وتعادل في 10 وخسر 13 ولديه 31 نقطة فاركو في المركز الـ 15 لعب 31 مباراة فاس في 6 وتعادل في 12 وخسر 13 مباراة ولديه 30 نقطة بلدية المحلة في المركز الـ 16 لعب 31 مباراة فاس في 6 وتعادل في 6 وخسر 19 مباراة مباراة ولديه 24 نقطة المقاولون العرب في المركز الـ 17 ولديه لعب 29 مباراة فاس في 4 وتعادل في 9 وخسر 16 ولديه 21 نقطة دي منطقة الخطر فيما خلاص فريق الداخلية هبط راسمين في المركز الـ 18 والأخير لعب 31 مباراة فاس في 3 وتعادل في 10 وخسر 18 مباراة ولديه 19 نقطة وهبط راسمين فريق الداخلية